تعارف في حاجة كده تقدر تسميها للناس اللي زي حالاتي حلم اليساري للكل مكان تحت الشمس يجب علينا جميع أن احنا نكافح لأجل أن الكل يحيا الكل يعيش الكل يكون سعيد ده حلم اليساري ومن ضمن أحلام اليساري دايما في المنطقة العربية وأن احنا نقدر نمارس الضغوط وأنا استخدم الكروت وكل الكلام اللطيفة دي كلامية اللطيفة دي وأظن أن أنا سألت الأسئلة التي يجب أن تسأل أقدر أنا مش عايزة بقى وارده يساري حلم عايش بقى في مرحلة خلصت بقى لها 50 ولا 60 ولا حتى 70 سنة أو انهارت في مطلع التسعينيات زي ما ناس بتحب تقولي يعني مع أن الصين بكل قوتها ونهضتها الاقتصادية دي عملها الحزب الشعود الصيني بالمناسبة مهم لكن عشان أبقى برة حالة الحالم اليساري دا فسألت الأسئلة لأستاذ للعلوم السياسية زي دكتور جمال سلام هو إحنا نقدر نضغط على إسرائيل أيوة إزاي كذا وكذا وكذا نقدر نضغط على الأوروبيين لا نضغط على الأمريكان أحسن طب إحنا نقدر نضغط على الأمريكان أيوة إزاي عشان كذا وكذا وكذا طيب حد يجيلك دي رؤية دكتور جمال سلام طيب عزيزي المشاهد اسمح لي بعد إذنك أنا هسأل نفس ذات الأسئلة دائما وأبدا لكل محلل وأكاديمي لكل محلل سياسي وأكاديمي كبير وبارز حتى أصل إلى إجابة ممكن الإجابات تتضارب ممكن وممكن تتوافق فإن توافقت يبقى التوافق العربي التوافق عربي لا ده انت حلم بجد بقى عم يوسف طيب الصحيفة الأسبانية دائعة الصيط الموندو ومعناها العالم بيقول بيكشف تبقى للموندو أنه إسرائيل بتستخدم مقاتلين مرتزقة جابوا مرتزقة فكان انت زمان العيال بتاعت بلاك ووتر زمان أيام الحرب في العراق هم بقى واللي غيرهم مش دي قصطي بس الموندو الأسبانية مش احنا مش الجرائد العربية ولا الصحف العربية هم اللي بيقولوا كده طب السؤال ولما هم جامدين أو يجابوا المرتزقة لي طب وإيه قصة المرتزقة دول